السلام عليكم في حلقة اليوم سأتكلم عن المسلسل الأسباني إليت أو النخبة لا شك أن الإنتاج الأسباني أصبح محطة الأنظار عالمياً ومحلياً قبل أن أبدأ المراجعة سأتكلم عن شغلها يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2018 سيكون ثاني عرض للـ WWE في السعودية العرض الذي سيقوم في رياض اسم كران جول سيكون هناك تنافس على ثلاثة أحزمة سيشارك 20 نجم من النجوم المصارعة في هذه الليلة منهم شون مايكل الذي غايب تقريباً من 2010 بالإضافة إلى تريبل إيتش وأندر تيكر وغيرهم جميل جداً نشوف أن الاتفاق والتعاون من هيئة الرياضة والـ WWE مستمر الاتفاق القائم بين المنظمتين هو على إتمام العروض لمدة عشر سنوات في السعودية هذا المسلسل من إنتاج نتفلكس وتقريباً نتفلكس اعتمدت على نجاح لكاسادي بابيل أنها تسوق لهذا المسلسل وفي هذا المسلسل في عدة مثلين سبق وشفناهم في المسلسل المحبوب لا كاسادي بابيل هذا المسلسل يتكلم عن البيئة الدراسية للمراهقين والمشاكل التي تحدث فيها لكن معلفته إجرامية بصة المسلسل على المدرسة خاصة غالباً لا يدخلها غير أولاد كبارة للبلد أولاد الأغنياء لكن مع بداية القصة سنتعرف على ثلاثة طلاب فقراء تم قبولهم في المدرسة سبق القبول ستتعرف عليه أثناء القصة الشاب الأول هو سامويل شاب حساس حال وحال نفسه يشتغل جرسون في أحد المطاعم وأخوه صائع وحق مشاكل الطالب الثاني هو كريستيل شاب صائع وضائع آخر همه الدراسة أهم حاجة عنده الفلة والوناسة وكيف يشهر نفسه الشخصية الثالثة هي الطالبة نادية وهو عبارة عن بنت مسلمة من أصول فلسطينية شاطرة ومتفوقة ومطيعة لأهلها سنعيش مع الطلاب من أول يوم يدخلوا في المدرسة سنرى كيف يحتكوا مع باقي الطلاب وكيف حياته تتغير بشكل كلي لكن الشاهد من أول حلقة في المسلسل سنعرف أن هناك جريمة قتل سارت في المستقبل بعد دخول الطلاب للمدرسة في بداية سنكون نعرف مين اللي قتل بعدين سنصبح متشوقين يعرف كيف نقتل ومين اللي قتله وهذا هو أساس قصة المسلسل سامويل سامويل لديك أجل أجل أقدر أقول أن المسلسل هذا كان ذكي قدر يستغل نجاحات عدة مسلسلات أخرى ومشهورة ويجعلها في القصة واحدة أول حاجة موضوع المدرسة الفاهرة والفاخرة سبق وشوفناه في مسلسل غوسب جرر غير شخصية الولد الوسيم اللي ما يعرفه أحد والولد الفقير اللي بيحاول أن يثبت نفسه في المدرسة قصة الصيامة شفناها سواء في مسلسل دي أوسي أو مسلسل وون تري هيل لكن الاختلاف هنا إنك تعيش جريمة القتل همك تعرف من هو القاتل أكثر من إنك تعيش حياة المراهقين وهنا كمان المسلسل اقتبس طريقة ناجحة جدا في تقديم الجرائم وهي طريقة الخطوط الزمنية اللي اتبعها دائما مسلسل How to get away with murder في عندك خطين زمنيين المستقبل بعد حادث القتل والماضي أثناء دخول الطلاب للمدرسة أجمل حاجة تقريبا في هذا المسلسل كانت تعدد العلاقات الأخوية العلاقات بين الأخوان العلاقات ما كانت مكررة جمولة كل نواع العلاقات الأخوية تقريبا عدة أخوة من عوائل مختلفة وخلفيات مختلفة والعلاقات كلها كانت مؤثرة سواء الجيدة أو السيئة طاقم التمثيل بالكامل تقريبا سوى اللي عليه لا يوجد تمثيل جبار جدا لكن كمان لا يوجد تمثيل سيئة من عيوب المسلسل الأساسية هي الكليشيهات ما يعني الكليشيه؟ هو الحاجة اللي ياما بنشوفها ودائما في نفس الموقف يصير نفس الشيء مثلا الولد السيئ الذي يتعلق بالبنت الطيبة أو البنت النرجسية التي رأيها نفسها وهي في نفس الوقت ما عندها ثقة في نفسها في الأخير المسلسل سيجد بعدد كبير من المشاهدين والسبب هو الشريحة المستهدفة شريحة المراهقين تقريبا صح أنه في مسلسلات قديمة جدا تناولت نفس المواضيع تقريبا لكن هذا المسلسل قدم فكرة جديدة بعالم الجريمة مسلسل قدم فكرة مكررة لكن بطريقة جديدة أعطانا عدة شخصيات بعدد خلفيات وقد نتعلق في أكثر من الشخصية والعيوب كان ممكن يتعداها ببساطة لكي أدي مسلسل إليت سبع من عشرة نأتي الآن لجزء الحرق ومناقشة المسلسل لو لم ترى المسلسل وقف هنا علاقة البنت والولد الدولة والله نسيت أساميهم لكن صراحة قرفوني قرف وأهلي وأنا أتفرج علاقة غبية وغير منطقية غير أن البنت هذه فجأة صارت إجرامية فجأة تقدر تخبي مشاعرها وتحاول تخبي على جريمة صح أنها صائعة صح أنها متمردة لكن ما كان في أي حاجة باينة من بداية المسلسل أنه عندها القوة هذه العيم الثاني على الرغم أنها إضافة مميزة إضافة مميزة جدا أنك جبت شخصيات رئيسية في مسلسل أسباني في مسلسل أجنبي وبخلفية أنهم مسلمين أتفقنا أنه شي جميل ودائما لا أحب أن أتكلم عن الدين لكن طالما أنك جبت شخصية مسلمة واستندت عليها في الحوار واستندت عليها في التمثيل كان لازم تروح للآخر جميل جدا موقف نادية جميل كيف نشوف أنه في بنت مطيعة ومؤمنة ومتدينة تخش في صراع نفسي بين نفسها وبين دينها وبين حياتها وكيف أن المجتمع يؤثر عليها لكن كان ممكن يتعمقوا أكثر خصوصا في علاقاتها الرومانسية لماذا لا يمكنها تعمل علاقة رومانسية؟ كيف دينها يحكمها أنها لا تعمل علاقة رومانسية؟ ما هي الحدود التي موجودة؟ كممكن يتعمقوا أكثر مدخلت في الدين؟ روح للآخر والأدهى والأمر كمان وجود شخصية مسلمة مثلية أوكي تدخل الإسلام في هذا الموضوع خذ راحتك لكن خذهم من كل النواحي لماذا هذا الشيء يعتبر غلط في الإسلام؟ كيف أن يعتبر شيء شاد ومحرم؟ طالما أنك رحت لهذا المكان واستخدمت الإسلام وحاولت أنك تضعه في هذه النوعية من الشخصيات خذه للآخر كان ممكن تجيب رأي الإسلام أصلا في العلاقات الشادة في العلاقات المثلية وكيف تعتبر محرمة كممكن يكون في حوار فلسفي بين شخص مسلم وشخص غير مسلم على هذه الفكرة وعلى هذه النقطة لكن للأسف تم استخدام الإسلام في هذا المسلسل فقط من باب الترويج ومن باب التنويع ليس إلا آخر شيء أقول على المسلسل هذا الآدمي شخصية سامول كانت مستفزة نكدية هبلة لكن هذا الشيء اللي خلا يبدع في الدور خلاني أقتنع انه مستفز وانه غبي وممكن يبيع أخوه في نهاية الحلقة شاركني رأيك عجبك مسلسل إليت أو لا؟ والأهم تكتفق معي في نقاط الضعف اللي ذكرتها في آخر الفيديو أو لا؟ كان معاكم ماهر بن وطني شبقكم إن شاء الله حالة جزائي حالة جزائي شكرا